اشتركوا في القناة واصابة اخرين سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهم دويهم جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية كما اعرب رئيس الوزراء عن استنكاره وادانته الشديدة لمثل هذه الاعمال الارهابية مؤكدا تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الى جانبها قيادة وشعبا في مثل هذه الاحداث الارهابية في ظل ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات اخوية تاريخية وثيقة كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة الى اخيه معالي المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء المصري ومعربا فيها عن صادق تعزية ومواساته في ضحايا هذا العمل الارهابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة